السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسى الاشتراك في قناة يوتيوب رافضي ولعني عمر بن الخطاب وفعل جرس الإشعارات ولعن عائشة بنت أبي بكر وذلك نابع بطبيعة الحال من ضعف الإحساس الديني بشكل عام عند الأمة هناك ضعف في الإحساس الديني لدى الأمة يجعل هذه الأمة كثيرا ما لا تبالي ليس بما جرى على الزهراء وإنما حتى بما جرى على رسول الله صلى الله عليه وآله قبل يومين أو البارحة كانت شهادة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أين تجد المظاهر مثلا أين تجد هذا الشعور أو الإحساس الديني لدى هذه الأمة في هذا اليوم بل بإمكانك أن ترى على سبيل المثال التلفزيونات العربية أو التابعة للمسلمين أو للدول التي تسمي نفسها دولا مسلمة أو إسلامية تجدها في يوم الثامن والعشرين من صفر كأي يوم آخر بل لعله كان الفرح والطاغي والبهجة والسرور بسبب تزام ذكرى شهادة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله مع بدو السنة الميلادية الغربية وأنا لم أتابع صراحة التلفزيونات في هذه الأيام ولكن فقط أطلب منكم أن تتحققوا هل أن التلفزيون العراقي مثلا في هذا اليوم فعل ما فعله مما أنا شاهدته قبل سنوات أو قبل سنتين لعله لما تزامن ما يسمى بدء رأس السنة الميلادية مع يوم شهادة الإمام الصد الأكبر الحسن المجتبى عليه السلام ووجدنا التلفزيون العراقي أو القناة العراقية يعني تبثوا مظاهر الاحتفال والبهجة والسرور وتجري المقابلات مع الناس في الشارع وهو يوم مصيبة على أهل البيت عليهم والسلام هل أنهم كرروا ذلك البارحة أم لم يكرروا أنا لا أعلم ولكن غالب ظني أنهم قد كرروا إذن هذا قسم هو الأكثر مع الأسف هو القسم الذي لا يبالي وكلامنا ليس معه